بيبدأ الفيلم في ليلى بردة وممطرة وواقف عامل محطة البنزين وبيمسح الأرض وهو بيسمع موسيقى وبرة واقفة ست مرعوبة اسمها نانسي وبتخبط على الأبواب بتطلب المساعدة بدل ما يدخلها الراجل طف النور اللي مكتوب عليه مفتوح وبعتها بعيد بعد كده الست جريت على كشك التليفون القريب واتصلت بالبوليس شرحت لهم بلهفة ان جوزه ابنها تخطفه خلصت الشحنة في كشك التليفون وقطعت المكالمة الأنوار حوالين الكشك ولعت والست صرخت بعد ما تضوق بهرها وبعد ثواني الراجل طلع من المحل ودور على الست راح على مكان كشك التليفون لكن كل اللي لقاه كان المنصة الأسمنت اللي كان عليها الكشك الراجل اتفاجئ ولف علشان يرجع للمحل لما كشك التليفون طلع تاني ووقع على المنصة بعد كم ساعة وصل الشويش مورفي لمحطة البنزين ولقى محفظة نانسي في الأنقاض تسائل عن مكانها قبل ما يبص للسماء وفي شقة في المدينة خلصت أبريل مكالمة مع أمها وهي بتشيل شنطتها للعطلة الأسبوعية سألت صديقها قايل اذا كان متأكد انه عاوز يروح معها قال انه متشوق يروح بعد فصل دراسي صعب بعد كم دقيقة أبريل عملت مكالمة فيديو مع أبوها واللي مش مصدق ان أمها بتخليها تسوق للكوخ علشان تصور هو شايف ان امراته السابقة بتبيع البيت علشان تزعله قبل ما يطلب من بنته ترجع حاجات من هناك أبريل عملت قايمة فيها بندقية من القبو وبعد كم دقيقة صاحبها سيف ظهر على جرس انتركم أبريل سألها ليه متأخرة قايل ما كانش قال لأبريل انه دعا سيف وصديقته لكس وصحبه من الطفولة ميلاني على الكوخ أثناء السواقة سيف ولع شعلة جوه العربية ورمها من السقف قايل قاله يوقف سيف قاله ما فيش داعي للقلق لأنه ما فيش حد تاني في الطريق وبعد كم دقيقة الشويش مورفي وقف العربية وحذرهم من التصرف ده أثناء وجودهم في المدينة سابهم الشويش ومش يفطرقهم أبريل شافت يفطى مكتوب عليها كلمة للبيع برا الكوخ وبصت بجد جوه الكوخ ميلاني افتكرت آخر مرة كانوا هناك وهي بتتفرج على كلبها ريستي وهو بيجري في الحوش أبريل وأهلها كانوا بيروحوا هناك كل الصيف وهي صغيرة بعد كده أبريل طلعت برا علشان تاخد الكاميرا كايل سألها اذا كانت محتاجة مساعدة رفضت وهربت منه لما قرب منها وبعد كم دقيقة لأصحاب شربه واستخدموا مواد جنب المسبح بعد كده شويش مورفي حقق في جثة خنزير على بعد من مزرعة محلية القطع على جسمه نضيف ودقيق ومش باين انه هجوم من حيوان بري وفي العربية شويش مورفي باصص على صورة مراته وهو بيفكر في الأحداث الغريبة في المدينة وعلى طريق المشي أبريل وميلاني أخدوا ريستي في نزهة ميلاني قالت لأبريل تفكر تاخد كايل معها لنيويورك هي عبرت عن مخاوفها بخصوص الجواز والأولاد مع حبيب طفولتها فجأة ريستي نبح على حاجة في الأشجار وجير ناحية عقار محاط بصور أبريل وميلاني اتسللوا في السر في مزرعة غير قانونية جوه العقار المهجور اللي باين لما كانوا مستعدين يمشوا راجل لابس قناع غاز ومعافاس قابلهم افتكرهم متسللين لحد ما عارف أبريل شال القناع وقدم نفسه على انه صديق أبو أبريل اللي اسمه ترافس وجوه بيت رفس أسلحة وأدوات من وقته كجند فيتنام هو ورهم صورة مطبوعة لشيء على شكل مزنب واللي تصور بكاميرات التصوير الحراري بتاعته هو شايف انها طيارة عسكرية وبعد كده هو حكى نظريات المؤامرة الحكومية وشرح ليه هو اختار يعيش بر الشبكة بعد كده في الكوخ قايل كلم أبريل عن انفراد في القوضة ركع وتقدم لها أبريل ما كانتش متوقع انه يتقدم لها كده لأنها كانت ناوية تقوله على عرض الشغل في نيويورك الأسبوع ده فاكرة انهم هيبقوا لوحدهم فرافضت اختراحه ومشي من القوضة غطبان أصدقائهم فجروا الشامبانيا ورموا ورق ملون علشان يغيروا النتيجة وفي المحطة الشويش مورفي راجع كاميرات المراقبة في محطة البنزين شاف نانسي في كشك التليفون لكن الفيديو تخرب لكم ثانية قبل ما يرجع لكشك التليفون اللي اختفى هو فحص الفيديو لقطة لقطة ولقى لقطة واحدة مع كشك التليفون اللي طار في الهواء وعلى بلكونة الكوخ كايل سأل أبريل ليه رفضت اختراحه هي شرحت انها مش مؤمنة بالجواز زي كايل علشان الطريقة اللي انتهى بيها أهلها في نص المنخشة جسم على شكل مزنب طار فوق الكوخ ووقع على بعد كم مت متر بعد كم ديئة الاصحاب راحوا على موقع التحطم كايل فكر انها طيارة لكن سيث كان محتار بسبب لمعانها الأحمر لما كانوا قريبين من موقع التحطم لقوا مركبة فضائية على شكل قرص كايل شال قطعة من الحطام ولاحظ قد انها خفيفة ليكس دخلت في حالة زعر ورجعت للعربية لكنها لقيت أثار أقدام في الطين بتوصل للأشجار فحذرت الأصحاب وفي الكوخ الأصحاب تجمعوا في قدة المعيشة أثناء العصفة ليكس عايزة تمشي في أقرب وقت أبريل وفقت لأن أثار الأقدام بتوصل للكوخ كايل حاول يهد الجميع لكن الكهرباء قطعت وكلهم تخدوا أبريل اخترحت تشوف الأفلة بتاعة الكهرباء اللي في الدائرة في القبو في القودة السفلية كايل حاول يصلح الأفلة لكنه تصعق لما لمس المصمر واللي سبب شرارة بعد كده سمعوا ريستي بينبح فوق وبعد كم ثانية من السكوت فاجأ صوت عالي خض المجموعة ريستي بدأ ينبح تاني أبريل افتكرت بندقية أبوها وشالتها سمعوا ضجة من فوق وبعد كده نباح ريستي الأصحاب طلعوا بهدوء من القبو ولقوا الباب الأمام مفتوح كايل أفله وكلهم استمروا فحص باقي البيت لما أبريل كانت بص على البلكونة كايل شاف مخلوق فضاء طويل رمادي على الناحية التانية من الباب الزجاجي هي شافت تعبيره على وشه ولفت بسرعة وضربت النار وبرى البيت المجموعة لقى الدم أسود جنب المسبح والمخلوق الفضائي طاف في المياه وعلى طول الأصحاب رجعوا بعيد عن الكوخ لكنهم اتصدموا بشاجرة كبيرة وقعت في الطريق وبعد كده أبريل وكايل وسيف طلعوا من العربية علشان يشوفوا وبعد ثواني كايل لاحظ ان المطر وقف لما سيف رجع للعربية شاف حيطة من المطر على بعد بوصات من وشه بص للسماء وفجأة لقى كل حاجة حواليه مغمورة فضوء أحمر غامض راحوا جارية تاني للعربية لكن لما كايل شغل المطور الكترونيات العربية انفجرت وبعد لحظات لكس طلعت من العربية لكن بدل ما تهرب وقفت ثابتة وبصت لمصدر الضوء فوقها مركبة فضائية بتشعر شعاع من الضوء عليها لكس طافت بعيد عن الأرض الكام ثانية قبل ما تتشال المركبة الفضائية أصحابها شافوا في رعب وهي اختفت المجموعة هربت علشان تنقذ حياتها في الغابة وفي مكان تاني الشويش مورفي فحص مخيم مهجور ولقى كاميرا فيديو على أرض المقطورة وشاف آخر فيديو لنانسي وجوزها جيفري وابنها ماتي شاف لقطات من جسم أحمر متوهج في السمع وشعاع من الضوء ضرب مادي ورفع عن الأرض فجأة الشويش سمع صوت من قضة النوم وراح يشوف جوة قضة النوم نانسي طلعت من الدلاب ورفعت مضرب بيسبول في الشويش لكنها فوتته هي استخبت في الزاوية باين عليها أنها مشواشة ومخدودة فطمنها أنه مش هيئذيها قالت أن المخلوقات الفضائية خدوا جيفري ومادي وعملوا تجارب على البشر المخطفين هي ادعت أن المخلوقات الفضائية احتجزتها وحطت أفكار فظيعة في دماغها الأصحاب وصلوا لبيت ترافيس سيف وراهم الفيديو من موقع الحادث وحكى لهم على كل حاجة وبعد كم دقيقة ترافيس قال لهم على نظرية مؤامرة طويلة الأمد أن الحكومة عملت معاهدة مع الكائنات الفضائية من وقت حادث روزويل الحكومة بتسمح للمخلوقات الفضائية يختفوا بشر لو سابوا معظم سكان الأرض لوحدهم عند الطرفين قعدة واحدة لازم يتبعوها وهي عدم التدخل ترافيس شايف أن أبريل قسرت المعاهدة لما ضربت النار على المخلوق الفضائي وأن الفضائيين عاوزين ينتقموا ميلاني قطعت المحادثة لما جهاز الصونار بتاع ترافيس لقى مركبة فضائية بتقرب وبعد كم ثانية المركبة الفضائية اختفت من الصونار هما فكروا أنها طارت لكن ترافيس قال أنها نزلت ببساطة فجأة كل الإكترونيات انفجرت والكهرباء قطعت ترافيس مسك بندقية آلية وشغل عصايا ضوئية وقال لهم يتحركوا المجموعة مسكت عصايا ضوئية وجريت ترافيس قال لأبريل تروح على طريق رجع للكوخ هو فضل يفضل ويدافع عن بيته لما ترافيس رجع لقى دايرة مقطوعة تماما من البيت للمزرعة وراه مخلوق فضاء طويل مر في الزل واستخب قبل ما يلف علشان يضرب النار هو استخبت تحت الطاولة وضرب النار لما المخلوق الفضائي كان فوق الطاولة دم اسود طلع من السقوب في الطاولة ونقط على وشه هو مقتنع انه قتل المخلوق الفضائي فترافيس زحف من تحت الطاولة وفجأة ايد فضائية باربع صوابع مسكت راسه وفي المخيم نانسي قالت لشويش مورفي ساعد التانيين اللي لسه جوه مركبة الفضائية المخلوقات الفضائية رجعتهم لكن مئات الناس لسه جوه المركبة الفضائية بعضهم من سنين بعد كده الشويش رجع لعربيته بص على ملصق لشخص مفقود اللي فيه صورة مراته وتساءل اذا كانت المخلوقات الفضائية خطفتها ولا لأ في الكوخ لاصحاب حصروا البيت وقفلوا الشبابيك وبعد كم دقيقة سمعوا صوت برا الباب الامامي سيف بص من خرم الباب لكن مفيش حاجة قبر البصت ولاقت نفس الحاجة لحد من المخلوق الفضائي رجع ولاقت انها كانت بصة في عين المخلوق الفضائي السودة وهي خايفة قبر رجعت بخوف وقالت لهم ان المخلوق الفضائي موجود برا الباب مقبض الباب اتحرك من برا سيف مسك البندقية وشاور بيها على الباب فجأة الباب اتفتح سيف اطلق النار على الضوء الساطع اللي غمر المدخل الشويش مورفي والزابط ميتشيل قالوا للمجموعة ترفع ايديها الشويش سأل أبريل ليه سابت العربية على جنب الطريق هي حكيت له على كل حاجة ميتشيل ضحك على قصتها وبعد كام ثانية أبريل قالت انها هتوري مورفي المخلوق الفضائي في المسبح الشويش قال لأبريل وقايل يجوا معاه ميتشيل فضل مع سيف وميلاني ميلاني فتحت علبة حبوب واخدت وحدة وبرى البيت المخلوق الفضائي ما كانش في المسبح سمعوا صوت ارتطام من الجاراج بعد كده الشويش قال لأبريل وقايل يرجعوا للبيت بسرعة وفي الجاراج مورفي طلع لفوق ومسك من غير قصد دم المخلوق الفضائي لقى راستي بيئن على الارض بطنه مفتوحة وامعاقه مكشوفة فجأة ظل مر بسرعة من جنبه لف وضرب النار لقى مخلوق الفضائي هرب من الشباك هو بص من الشباك ولقى المخلوق الفضائي بيتحرك بين فروع الشجر وفي عربية الشرطة ميتشيل بيتتريق على سيف اللي رابط ايديه في الكرس الخلفي مورفي رجع وقال لميتشيل انه قبرد واصحابها بيقولوا الحقيقة ميتشيل شاف الملصق اللي عليه مرات مورفي المفقودة وقال له يتنقل بعد عشر سنين من البحث عنها مورفي فكر ان اللي حصل لمراته هو اللي حصل لليكس لما الشويش شغل الانوار اللي قدام لقوا المخلوق الفضائي قدام العربية المخلوق الفضائي اللعب في دماغ الشويش ودخله في غيبوبة وخلاه يضرب النار على ميتشيل في بطنه بعد كده هو شاور بالبندقية على نفسه وفجر راسه سيف صرخ من الخوف وحاول يخرج من العربية ودم الشويش طالع عليه وبعد كم دقيقة قابريل طلعت سيف من العربية وراحه على الكوخ وفي الكوخ سيف شرح ازاي المخلوق الفضائي سيطر على عقل الشويش هو شاور بالبندقية بخوف وقال لي ميلاني وكايل ينضموا لي في المدينة سيف عاوز قابريل تفضل لان المخلوقات الفضائية عايزاها هي وبس لكن ميلاني وكايل رفضوا يسيبوها سيف اصر على الهروب فمشي من الكوخ لوحده وبعد ما سيف مشي الكوخ بدأ يتهز وضوء احمر غمر القوضة وصوت عالي حاد سبب دوار للاصحاب التلاتة وقع على الارض غطوا دنهم اللي بتنزف ولما الصوت وقف ارضيت القوضة بدأت ترتفع فجأة فقاموا جريوا على باب القبو وبعد ما أبريل وميلاني دخلوا القبو كايل قفل الباب وجمده بالرفوف هو عاوز البنات ينجو فعلى الرقم من احتجاجات أبريل راح المطبخ علشان ياخد سكينة وقف في نص الطريق لما شاف المخلوق الفضائي داخل للكوخ هو جذب انتباه المخلوق الفضائي وجري على الحمام وهناك لقى أبريل مستخبية في البنيو وفي نفس الوقت سيف سمع صوت في الغابة هو ضرب النار عشوائي حواليه لحد ما خلص الرصاص وفجأة المخلوق الفضائي هاجم على سيف وقطع هدومه وغطى جسمه بالخدوش ضوء أحمر ساطع طلع من فوق هو خاف ميس الجامد في فرع شجرة ولما ضوء الأب يطلع عليه هو اختفى وتسابت دراعه متعلقة على الفرع وفي القبو أبريل افتكرت أوقات سعيدة قضتها في الكوخ وهي صغيرة هي لقيت علبة الحبوب الفضية مرمية من إيد ميلاني هي فهمت إنها يمكن أكلت كتير من الحبوب المنومة ميلاني بكت واعتزرت لأبريل على إنها دمرت حياتها بالطريقة دي علشان تتجنب الاختطاف وفي الحمام كايل سمع خطوات ونط من حوض الاستحمام لكن ما فيش حد هو بص في المراية فجأة ودراع المخلوق الفضائي طلع من المراية ومسكه وفي القبو أبريل أدركت إن الأصوات من المركبة الفضائية بتتلاشى هي طلعت من القبو وشافت الكوخ متضمر الكهرباء رجعت ولقيت خاتم ألماس وبركة من الدم على الأرض لما أدركت إن المخلوقات الفضائية خدوا كايل هي جريت برة وصاحت للمركبة الفضائية علشان ترجعها وهي يأسة هي أشعالة الألعاب النارية ووجهتها ناحية المركبة الفضائية وهي بتعيط بتتمنى إنهم يخدوها معاهم فجأة ضوء أحمر غمرها وبعد كده شعاع من الضوء الأبيض شالها للسمع وعلى المركبة الفضائية أبريل صحت وهي ملفوفة في شبكة سودة لازجة هي قطعت الشبكة وتحررت من القيود وبعد كده هي مشيت لنهاية النفأ ولقيت هيكل فضائي ضخم وقت ما المركبات الفضائية بتطير وفي مكان تاني سيف مقيد على طاولة عمودية وبيتلوى من الألم دراع قالي أطلق حشرة فضائية لجسمه الحشرة زحفت جوه سرد بطنه هو صرخ من الألم وبعد كده المكون أطلق ليزر وحرق دم على صدره وبعد كام ثانية الطاولة لفت وسمع صوت مسبار دوار بيقرب من مؤخرته المسبار اخترق المنطقة دي من جسمه وسحبه بسرعة ورش دم سيف في كل حتة فمات في الوقت نفسه أبريل لقيت كايل وساعدته يخرج من الشبكة السودة اللي هو فيها هي بكت واعتذرت لرفضها اقتراحه قالت إنها كان لازم تقول إنها موافقة كايل صحي أخيرا وحضنوا بعض هما لحظوا لما خلقات الفضائية بتتفرج عليهم واحد منهم شاور بدراعه والضوء الأبيض غمرهم وبعد لحظات أبريل وكايل صحيوا في وسط الغابة هما وقفوا بسعادة بعد الحدثة مسكوا قدين بعض ومشوا مع بعض بعد كده هما سمعوا أصوات من مركبات قريبة ومشوا ناحيتها في منطقة مفتوحة هما شافوا الجيش وقابريل طلبت المساعدة بابتسامة على وشها لما كانت بتقرب واحد منهم ضرب النار على بطنها وهي وقعت على الأرض كايل حاول يوقف الجنود لكنهم ضربوا عليه نار كتير وهو وقع جنبها لما كانوا عين على الأرض قابريل أعطت خاتم ألماس لكايل وهو حطه في صبعها بعد كده الجنود خلصوا المهمة وضربوا عليهم نار عن أرب وبعد كم متر زابط عسكري رفيع المستوى قال لراجل لابس بدل سودة عن الحادث اللي حصل الليلة اللي فاتت هو قال إن العاصفة سببت تحطم المركبة الفضائية والخسائر كانت قليلة وفي موقع التحطم رجال لابسين بيدا الواقية بيحطوا الحطام والعلماء بيحتفظوا بمخلوق فضائي حي جوه كابسولة وفي نفس الوقت الجنود راموا جسيتين قبل الوقايل في حفرة في الأرض وحرقوا الجثث قبل ما يدفنوهم فعرض تاني من الشر البشري والظلم ضد الزيت ودي نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة